ده كلام مهم جداً إذا كانت المغرب تطورته وصلت إلى هذا الحد المسيطر على كل البطولات ليبيا أيضاً برغم الظروف اللي هي فيها بتحاول لملامت الوضع الكروي والرياضي فيها بتستعين بعدد مش قليل من المدربين المصريين كان أخرهم الكابتن أحمد أيوب أحمد أيوب مدرب الأهلي وابن الأهلي ومدرب المنتخب الوطني السابق تم تعيينه مديراً فنياً لنادي البروج الليبي سابقوا إلى ليبيا أيضاً ويمكن المروج موجود في المنطقة الشرقية قرب بنغازل لأن الدور في ليبيا قسمين قسم الشرق وقسم الغربي وبعد كده بيتقابلوا في الأدوار النهائية أيوب في الجانب الشرقي لنادي البروج أحد أنديت الدور الممتاز في الغرب زميلة وأيضاً مدافع الأهل السابق سامير كامونة مدير فني لنادي الخمس الليبي وكمان محمد عودة مدرب المقاولين السابق موجود هو رخر في الدور الليبي اللي بدأ يكتازب عدد من المدربين المصريين أعتقد ده كمان إضافة كويسة هو لما تجد أو تتابع النشاط الرياضي الليبي تجد تطور في يعني النهاردة عندهم فريق بسكت محترمة على مستوى الأندية والمنتخب كرة تايرة محترمة كرة القدم أديك شايف بيحاولوا واليوم نتائج متطورة ما بقولش أن هي يعني أقوى شيء لكن ما تقدرش تستسل أي لقاء مع الفرق الليبية دلوقتي ومن ثم كل الناس بتحاول يا رب نتعدي يا رب نتعدي لأن الحقيقة أعتقد العنوان الأولى